شاب سوري يضيف اسماً جديداً إلى قوائم المبدعين بتوصله إلى أفضل تصميمات الديجيتال أرد ليكون في طريق الحصول على مكاسب سريعة بإبداعاته النادرة فماذا اخترع ذلك الشاب من تصميمات؟ مع تصميم الشباب السوريين على تعدد دخلهم لجأوا إلى مزيد من الابتكارات لتنويع مصادر الحصول على الربح من طرق جديدة ومبتكرة تحقق لهم المكاسب السريعة دون عناء الانتظار بالاعتماد على الأعمال التقليدية المحدودة المكاسب كان من بين هؤلاء الشباب الساعين إلى سرعة الربح الشاب السوري ناصر سلامة الذي احترف مجال الديجيتال أرد وحقق من خلاله مستويات قياسية مقارنة بالمناسبة نفسين له في ذلك المجال النادر لكن السؤال ما هو مجال الديجيتال أرد ولماذا هو مجال نادر؟ على الرغم من محاولة كثيرين من الشباب الوصول فيه إلى درجة الاحترافية الديجيتال أرد يشير ذلك التخصص ببساطة إلى طرق جديدة للحصول على التصميمات النادرة والتي أصبحت مطلوبة عالمياً وتزايد عليها الطلب إلى درجة الحصول على أرباحها الوفيرة والتي تجعل لتلك التصميمات سعراً خاصاً أمام قلة المعروض منها والأهم من عامل السعر هو قلة المتخصصين في ذلك المجال تعتمد تلك التصميمات بالدرجة الأولى على استخدام التكنولوجيا الرقمية بهدف سرعة إعداد تصميمات فنية إبداعية غاية في الجمال حيث يتجاوز إنتاجها مجرد الرسم وتصميم اللوحات الكاملة إلى تصميم شخصيات كرتونية أو مناظر طبيعية وتصميمات تعبيرية يمكنها أن توفر الملايين من الدولارات حال استخدامها في المنازل والفلل كبديل لديكور أو الطلاءات التقليدية أي أن ربح العاملين في مجال الديجيتال أرض مضمون بكل المقاييس ويمكنهم أيضاً تصويق إبداعاتهم إلكترونياً من خلال الإنترنت ومن دون الحاجة إلى إنشاء مكاتب مثل تلك المكاتب والمقارات التي تحتاجها المشروعات أو عمالة تكلفهم تكاليف الانتقال وعناء دفع أجور ورواتب العمالة الشروط المطلوبة للتقدم في ذلك المجال مارينة للغاية وتقتصر على مجرد امتلاك الموهبة والحصول على قدر من الخبرة في التكنولوجيا فهل انطبق تلك الشروط على هذا الشاب السوري؟ بدأت رحلة نجاح الشاب السوري ناصر للتميز في مجال الديجيتال أرض كهواية في سن مبكرة من عمره من خلال الرسم والتلوين وإبداع اللوحات ومع الوقت احترف تحويل هذه التصميمات إلى مزيج من الفن والتكنولوجيا حتى حقق مستويات قياسية لم يسبقه إليها منافس ليتزايد من بعد ذلك الطلب على إبداعاته بعد أن حقق نتائج مبهرة في ذلك المجال الذي اعتبره ناصر مشروع عمل وموهبة وحياة